تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 70% من مدينة الرقا بعد اشتباكات مع أفراد تنظيم داعش بحسب ما فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ويأتي هذا التقدم لقوات غضب الفرات بعدما سيطرت مؤخرا على حياء المهدي والرافقة شرق مدينة الرقا بعد معارك عنيفة قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري إن السلاح الجو العراقي بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم داعش وضف محمد أن القوات العراقية المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع داعش لبدء الهجوم البرية أفد مصدر محلي في محافظة كاركوك العراقية يوم الاثنين بأن تنظيم داعش أصدر تعميما يحذر مسلحي في قضاء الحويجة من قص ضفائرهم فيما حدد عقوبات بحق المخالفين وقال المصدر إن تنظيم داعش أصدر تعميما عبر ماكينته الإعلامية في قضاء الحويجة جنوب غرب كاركوك حذر من خلاله مسلحيه من قص ضفائرهم لأي سبب كان مبينا أن التنظيم دعا إلى أن يكون إطالة الضفائر أحد بنود استقبال المتطوعين الجدد عدى مسؤول جوام أن تصريح زعيم كوريا الشمالية الأخير إشارة إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بدأ يهدأ جاء هذا بعد أن قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن كيم جونغ أون قد خطط لإطلاق الصواريخ لكنه قال إنه في انتظار مشاهدة ما سيفعله الأمرييون أولا على حد تعبيره أعلن مسؤولون أمريكيون أن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل رجلا من أكلوهما غاضبا من الحكومة بتهمة محاولة تفجير بنك في المدينة بحافلة اعتقد أنها مملوئة بالمتفجرات واعتقل الأمريكي جيري فارنيل السبت الماضي بعد تحقيقات وتحريات استمرت لمدة ثمانية أشهر وذكر ممثل الإدعاء أنه كان يريد استخدام شحنة ناسفة مشابهة لتلك التي تم تفجيرها خارج مبنى اتحادي في مدينة أكلوهما في عام 1995 أسفر عن قتل 168 شخص كسبت نجمة البوف الأمريكية تيلر سويفت دعوا أمام محكمة اتحادية أمريكية بعد أن حكم لها المحلفون بتعويض رمزي قدره دولار واحد ضمن منسق الأغاني ضد منسق الأغاني ديفيد مولر الذي تهمته بالتحرش بها أثناء جلسة تصوير ودانت هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء في محكمة جزئية أمريكية مولر بالاعتداء على سويفت خلال انتقاط الصور نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة